ثم الكنيسة على التلفزيون مش راح يتمارس العشاء الرباني اللي الكتاب المقدس بقول كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجي فأنا بتناول جسد الرب وبشرب دم الرب أنا بروح على الاجتماع حتى فعلا أعبد الرب الكنيسة بتمارس فرائد كتير منها المعمودية منها الزواج بدناش نقول الجناز كفى الله يعني الشر بس كمان الكنيسة أحبائي الزواج يعني أنت بتروح عشان تتزوج فالكنيسة تحت إطار تحت غطاء كنسة معينة الكنيسة هي اللي بتصليلك هي اللي بتغذيك روحيا هي اللي بتنميك هي اللي بتباركك أنت البركة تخدها في الكنيسة بعدين الشفاء الأمراض أنت لازم تروح على الكنيسة عشان تشفى طبعا كتير مرات إحنا منصلي للناس من خلال التلفزيون والله بفاجئنا من محبته أنه فعلا شفنا أمراض كتير بتشفى لكن أقول لك بصراحة أنه العمل الحقيقي هو في الكنيسة أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة يصلوا الطريقة الصحيحة أنه يصلوا يضعوا الأيدي يدهنوا بالزيت ويصلوا باسم الرب يسوع المسيح والرب بيشفي من المرض فأنا بشجع يعني هذا الجواب طويل شوية أنه التلفزيون ما يخدش مكان الكنيسة يمكن بتتعلم عن طريق التلفزيون تسمع محاضرات دينية تسمع يعني عزات لكن ما تكونش فشو اللي بيصير في التلفزيون أنت بتشوف خلاصة العزات بتشوف مشاهير الخدام فأنت خلاص بيصير عندك نوع من الفتور أنك تروع على كنيستك تسمع يمكن الخادم ما هواش السوبرستار مثل اللي بتشوفه على التفي لا قوعك تغلط الرب أعطى وزنات والرب أعطى مواهب والله بيستخدم كل موهبة هل أنت بتصلي من أجل راعي كنيستك من أجل الكاهن أجل القسيس هل أنت فعلا سند لكنيستك هل أنت فعلا بتبارك تعبد الله أنا مش بس بروح أحضر الاجتماع أنا بروح عشان أنا أقدم نفسي للرب وأعبد الرب